في خرق جديد لاتفاق وقف اطلاق النار قتل جنديان اوكرانيان نتيجة قصف نفذته الجماعات المسلحة غير الشرعية ليلة امس بالقرب من بلدتي زولطوي وافديفكا الواقعتان في اقليم دنباس وبالمجموع اطلقت هذه الجماعات النار سبع مرات مستخدمة قاذفات قنابل يدوية واسلحة خفيفة واخرى من العيار الثقيل مقر عمليات القوات المشتركة اخطر مراقبي منظمة الامن والتعاون في اوروبا بجميع هذه الانتهاكات تقود روسيا جميع الجهود التي تبذلها الدولة الاوكرانية للتوصل الى تسوية سلمية في المناطق الخارجة عن سيطرتها جاء هذا الاعلان عشية اجتماع ناقش فيه ممثلو حلف الناتو انتهاكات اتفاق وقف اطلاق النار والتوترات على خط التماس بدورها اعربت وزارة الخارجية الامريكية عن دعمها للدولة الاوكرانية ضد ترهيب الكريملين ودعت روسيا الى تفسير استفزازاتها بالقرب من الحدود الاوكرانية وفي شبه جزيرة القرم المحتلة وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية نيد برايس ان واشنطن تراقب التحركات العسكرية الروسية على الحدود الاوكرانية عن كثب لكنه رفض الكشف عما اذا كانت الولايات المتحدة تعتقد ان روسيا تستعد فعلا لغزو اوكرانيا الولايات المتحدة تقف الى جانب كييف الى جانب شركائها الاوكرانيين وتعلن دعمها الواضحة لاوكرانيا ولتأكيد هذا التوجه ارسلت عدة اشارات كان ينبغي لروسيا ان تسمعها هي ايضا الولايات المتحدة قلقة من اي فعل تقوم به موسكو لترهيب اوكرانيا سواء حدث هذا على الاراضي الروسية او داخل اوكرانيا اشتركوا في القناة